اشتركوا في القناة حكم مخفف على ممثل جمعة 76 ألف ملف مسيء للأطفال واعتقال السائخ تاكسي تركي صرق 39 راكبا مخمورا وأخيرا انتحار نمساوي في غابة كان قد تحرش بطفلة جنسيا مشاهدين الكرام من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم عرض فيلم سيباسيان كورتسبور يكتب بالهاوس بلاتس في سينما أرتيس في فيننا بحضور مميز لأبرز الشخصيات من حزب الشعب النمساوي وتصدر المشهد سيباسيان كورتس نفسه ووزراء سابقين وأعضاء حكومة حاليين من حزب الشعب على رأسهم المستشار نيهاما ووزير الخارجية شالنبرغ ونفى كورتس الشائعات حول عودته إلى السياسة مجيبا بكل مرة بلا بالتأكيد لا ويدور الفيلم حول وجهة نظر كورتس حول مسيرته السياسية وقد شارك فيه العديد من السياسيين كشاهدين على مرحلة كورتس تصدر زعيم حزب الحرية النمساوي اليميني هربت كيكل مشهد وسائل الإعلام قلال شهر أغسطس حيث حصل على المرتبة الأولى في الوسائل الإعلام للسياسيين في النمسا وبينت وكالة الأنباء النمساوية أن وجوده الإعلامي ارتفع بنسبة تزيد عن 50% مع نشر 658 مقالا عنه يليه رئيس الحكومة وزعيم حزب الشعب النمساوي كارل نيهاما في المرتبة الثانية ب607 مقال ورئيس حزب الإشتراكيين النمساويين أندرياس بابلر في المرتبة الثالثة ب513 مقال وقد ازداد الاهتمام بكيكل بسبب مشاركاته في محادثات صيفية وتصريحاته المثيرة للجتل سجل عدد العمال في النمسا في الربع الثاني من عام 2023 ارتفاعا ملحوظا بمقدار 42100 شخص ليصل إجمال عدد العمال لأربعة فاصل خمسة مليون شخص وحسب هيئة الإحصاءات النمساوية كان الارتفاع أكثر بين النساء بنسبة 1.3 مقارنة بالرجال بنسبة 0.7% وشهد القطاع الخدمي نموا كبيرا في الوظائف بينما انخفض في الصناعة والزراعة وارتفعت نسبة العمال الذين يعملون بوقت جزئي بنسبة 0.75 نقطة كما انخفض متوسط ساعات العمل الإسبوعي بشكل طفيف فيما زاد حجم العمل بمقدار 11 مليون ساعة أكثر من العام السابق أصدرت النيابة العامة في فينة قرارها بالموافقة على الحكم الصادر من المحكمة الجنائية الإقليمية في قضية الممثل المسرحي لوريان تايتمايستر وأعلنت النيابة العامة أنها لن تقدم أي استئناف ضد الحكم والذي يتضمن شروطا بالامتثال لها لمدة عامين والالتزام بتعليمات المحكمة والعلاج النفسي وعدم استهلاك الكحول أو المخدرات وكان تايتمايستر قد قام بتخزين أكثر من 76 ألف ملف يحتوي على صور جنسية مسيئة للأطفال والمراهقين منذ عام 2008 حتى عام 2021 وقد اعترف المتهم بكل التهم الموجهة إلي اعتقلت الشرطة النمساوية صائق تاكسي تركي الجنسية قام بسلسلة من السرقات وتم اعتقاله في كمين خاص بفينا وخلال مؤتمر صحفي كشفت الشرطة عن تفاصيل القضية حيث اعتدت تركي على ركابه الذين كانوا في حالة سكر وصرق منهم ما قيمته 600 ألف يورو من خلال 39 عملية سرقة منذ سبتمبر 2022 حيث كان هدفه الرئيس سرقة الساعات الفاخرة حيث كان يستدرج الركاب بسبب حالتهم أثناء السكر ومن المتوقع أن يواجه عشر سنوات من السنين وكيف يكون هناك في تهيئة وكيف يكون لديه من أمور سنة جارة في سنة في الغاقابة وكيف يجب أن اتحرم في أصحاب الشرطة على جسد المساوي في غباد سنة فيدان دلان في كيانت منتحرن حيث التهمى الرجل بالتحرش بطفلا تبلغ من العمر ثلاثة عشر عاما وانتهت عملية البحث التي أطلقت للبحث عنه بعد اتهامه بالتحرش قبل أيام حيث تم العثور على جثته في منطقة قلعة هوخ أوستان سفيتسن وكان الرجل البالغ من العمر 56 عاما مشتبها به في ارتكاب جريمة جنسية ضد قاصر تابين أن الرجل انتحر بإطلاق النار على نفسه وبالتالي تم إقاف عملية البحث عنه من قبل شرطة الكبرى والمروحيات كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولمسيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق انفجرات على هواتفكم كنت معكم أنا ممدوح مكين شكرا لحسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة شكرا لحسن المتابعة إلى اللقاء